نروح لكاس العالم كاس العالم في قطر حاجة كده في منتهى الجمال واحد يعني كل يوم بيشوف حاجة جديدة نتائج مفاجأة منتخبات بترجع من بعيد المستضيف بيودع مبكرا ورغم انه حسابيا حسابيا يعني لو حسبتها بعيدا عن المنطق يعني لو حسبتها تلاقيه لسه الدنيا يعني بس الموضوع صعب جدا اه رسميا خلاص منتخب قطر قبل مباراة طبعا هولندا والاكوادور كان ايه كان لسه بس طبعا كان الموضوع صعب قوي لو كان الاكوادور كذبت هذه المباراة ولكن المونديال فيه مشاهد كتير جدا ومشاهد حلوة قوي مبارح شوفنا مشاهد كتير جدا منها الغريب منها العجيب منها المضحك ولكن لو كلمنا كده عن مشهد مشهد كلمنا عن مشهد الاولاني في الققود ويلزا ضد ايران ايران طبعا قدمت جيم كبير جدا مبارح عكس تماما المباراة الاولى امام انجلترا اللي خسره يومها ستة اتنين مبارح كذبه اتنين صف فوز مستحق يعني دلوقتي هم في وصافة المجموعة التانية خلف انجلترا بعضهم امريكا فاتلغبط الفريق اللي يتأهل في المجموعة دي الدنيا كلها بقت قريبة جدا عندك اربع نقاط عندك تلات نقاط عندك نقطتين عندك نقطة فالموضوع في المجموعة دي بقى صعب جدا ومت لغبة جدا وطبعا المدرب امبارح مدرب منتخب مصر السابق مستر كارلوس كيروش الناس كلها عالسوشيال ميديا يعني شوفنا امبارح الناس بقى كانوا شمتانين فيه بعد الهزيمة من انجلترا النهاردة بيتكلموا عليه بشكل كويس شوفته يعني دول ازاي تماشوا كيروش وبتاعك كم من هذا القبيل طبعا اتعودنا منه من السوشيال ميديا وقراء الناس كتير جدا بيبقى مختلف ومتضارب الحقيقة بقى ان احنا عايزين نقول حكاية حلوة قوي وكويسة قوي في حق كارلوس كيروش كارلوس كيروش كان اتعرض لهجوم وضغط كبير جدا جدا من الحكومة الايرانية لاستبعاد لاعب اسمه سرادار ازمون نجم منتخب ايران وبيلعب بالمناسبة في نادي باير الليفركوزين الالماني اللعب ده ازمون عنده مواقف سياسية في ايران ووضع بقى هناك مظاهرات هناك ولكن كيروش تحدى الكل صمم ان هو يضم ازمون لقايمة منتخب ايران في كاس العالم ده قال لهم الكرة كرة وانا مليش دعوا باي حاجة تانية مليش دعوا بالمواقف في السياسية لتخص اللعب وفعلا كان على حق امبارح بعد تحقيق ايران للفوز الاول في كاس العالم صورة اللي قدامنا دي كانت الاحتفال ازمون الجنوني مع كارلوس كيروش الراجل اللي اتحدى الكل عشان يكون ازمون موجود في منتخب ايران في هذا المنديال صورة بتحكي كتير قوي بقى عن اب روحي بقى مش عن مدرب ده دور القائد الحقيقي اللي مؤمن بقدرات الناس اللي معاه مشهد عظيم جدا يعني الراجل شايفينه بيخنق المدرب بتاعه من الفرحة تقدر تقول اي كلام على الموقف ده انه الراجل ده امن بقدرات لاعب زي ازمون الناس كلها كانت ضده ولكن في النهاية الراجل بيقول له لا انت كنت على حق انت خسرت في المباراة الاولى دي كده يعني المباراة كانت صعبة مباراة للنسيان ولكن احنا جمدين احنا اقوية وانت بتختار صح فدي من الحاجات اللي بتعبر عن كرة القدم هيا دي كرة القدم يمكن كان فيه موقف تاني لمارشيلو لبي برضو واللعب جاتوزو جاتوزو نجم المنتخب الايطالي المجنون في نص الملعب لعيب هو عنيف جدا وقوي جدا ورقم تمانية كده بيلعبها بكوة جدا وشوفناه طبعا قدامه انتخب مصر في كاس كرات لما كسبناهم واحد صفر بهدف محمد صبحي لو تفتكروا لعيب عنده عنف جديد جدا وقوة مفرطة في الملعب يمكن الناس والصحافة لامت على مارشيلو لبي انه هو بيضم جاتوزو ده لعب عنيف جدا في الملعب ولعب بيكلف الفرق كتير بيضر يعني بمنتخب ايطاليا ولكن ساعتها لبي قال لهم لا انا هضمه على فكرة جاتوزو ده من اهم اللعيبة وانا شايف انه اقرب حد شبه في الملعب هو جاتوزو ساعتها برضو كان فيه لقطة كده منتخب ايطاليا بيفوز ونفس الموقف ده بنفس الاندفاع ده جاتوزو عمله مع مارشيلو لبي هذه هي قرة القدم ده كان اول مشهد يمكن لفت الانظار مبارح وتدولته وسائل التواصل الاجتماعي المشهد الثاني من مباراة تانية مباراة برضو كانت مبارح شفنا فيها اسطورة افريقيا الرئيس والنجم السابق جورج وايا رئيس جمهورية ليبريا تقريبا لاعب الوحيد الافريقي على مدار التاريخ اللي احرز جيزة افضل لاعب في العالم القاب كتير وكلام كتير ولكن في النهاية هو اب الراجل سافر ليه؟ سافر عشان جورج وايا ابنه تيموثي ويا وتيموثي ويا بيلعب في منتخب امريكا فكان بيدعم ابنه تيموثي ويا اللي سجل الامريكا الهدف الاول في لقاء ويلز وافتتح لامريكا اهدفها في هذه النسخة من المنديال مبارح وهو بيخرج بديل تيموثي قام النجم الكبير والاسطورة الكبيرة ويا يسقف لابنه في مشهد وصورة جميلة قوي بتقولك كده ان مهما بلقت من المناصب والنجمية فانت كأب كده عاطفتك هتغلب عليك في النهاية وما فيش اجمل من انك تبقى فخور بابنك وباللي بيعمله وبيحققه كان مشهد عظيم جدا من المشاهد اللي برضو لاقت رواك كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي المشاهد الثالث يعني دي بقى الحاجة النقطة اللي شفناها مبارع وبرضو الدنيا كانت مقلوبة على الصورة دي المشاكل الزوجية قرة القدم بتبينها طب دي ازاي يعني محمد دي في المدرجات راجل مشجع لمنتخب الاكوادور بيعتذر لمراته من مدرجات ملعب مرات منتخب بلاده امام هولندا وكان نص الرسالة هو اللي غريب جدا ومش طبيعي كان بيقول لها اي بقى بقول لها لما رجعلك لما عود للبيت هتكلم معاكي عن القرد اللي انا واخده فانا بحبك وانا اسف جدا طبعا العالم كله اعرف الخناء علي الرجل واخد قرد بقى متعرفش واخد قرد عشان يسافر قطر يشجع ولا ايه ولكن هي دي الكرة هو دي جمالها وهي دي الرسالة طبعا اللي كاتبها مشجع الاكوادور تعاجة لطيفة جدا يعني وكاتحاجة جميلة جدا الناس كلها برضو تناولت هذه الصورة المواقف اللي زي دي كرة القدم بتتلعب عشانها تقدر توصل اي رسالة انت عايزة في موتش كورة وتخيل بقى انت في كاس العالم كاس العالم كده مسابقة بتجمع بقى كل الاهتمامات كل المشاكل حتى زي ما شفنا هو ده المونديال موسيقى